ختاماً يقول قلم الأديب تتميز كثير من الأسر تميزاً ملفتاً في تربيتهم لأبنائهم وبناتهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل ذلك فتجدهم يتحرون التميز في تعليمهم ويبذلون الأوقات في تدريبهم ويسهرون الليالي رافعين أكف الضراعة للمولى سبحانه وتعالى أن يقر أعينهم بصلاح ذرياتهم ويحصل أن يصلح الله الحال ويكلل بالنجاح الجهود وأحياناً قد يشذ أحد أفراد العائلة من هؤلاء الأبناء فيحيد عن الطريق ويسلك ربما بعض المسالك التي لا تسر فيذهب الآب وتذهب الأم ويبحثون عن الحلول التي يمكن أن تبذل مع هذا الولد ويستشيرون في شعنه الأقارب والأصدقاء والزملاء فيشير عليهم البعض بتلك المشهورة هالمشهورة في المثل الشعبي الدارج زوجوه يعقل زوجوه يعقل وهل الزواج شيء سهل لهذه الدرجة حتى يتم التعامل معه بكل هذا الاستهتار زوجوه يعقل وما ذنب تلك الأسرة التي تعبت على ابنتها لتوفر لها حياة كريمة هادئة هانئة ما ذنب ابنتهم أن تعاني من ابنكم تحت مشهورة زوجوه يعقل ما ذنب الذرية البريئة التي كانت نتاجا لهذا الزواج أن تعيش حياة البؤس والكعابة نتيجة لهذه المشورة زوجوه يعقل ما ذنب ما ذنب ما ذنب بسبب زوجوه يعقل إنها دعوة لتغيير هذا المثل الرائج من زوجوه يعقل إلى أدبوه يعقل ولا تبتلون به بنات خلق الله